السلام عليكم عليكم السلام عليكم كيف مصطفى؟ اتفضل؟ الله يبارفين بدلنا شيخ بعد ذلك للمرأة المحادة المرأة الميت عنها زوجها الحادة من عدة الوفاة نعم هل يجوز لها ان هي لها مش ليها؟ هل يجوز لها مش هل يجوز لها؟ هل يجوز لها ان هي تود بيتها من محافظة المحافظة؟ يعني تسافر من مكان المكان؟ تلك من مسائل الاختلاف بين العلماء وأختاروا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن معها من الصحابة رضي الله عنهم كعلي وابن عباس وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين يرون الجواز وكانت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتميرات ولماذا أنا أرجح حديث قول عائشة على قول ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين لأن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف الإسناد في سنده من الروات من هو مجهول وأيضا فإن عائشة أعلم بالنساء في هذا الباب من غيرها من الرجال إذ هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدرسة ابن عباس يقولون إن الله قال في كتابه الكريم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ولم يقل في بيت الزوجية والله أعلم بارك الله فيك يا فضيل الشيخ صافي بن إدريس وأنت يا فضيل الشيخ أيمن دياب وفقك الله وأنت يا شيخ إبراهيم بن موسى سلامكم الله جميعا موسيقى